أربع تطبيقات كاملة بمميزات مختلفة لتسجيل المكالمات بجودة عالية جداً من خلال الطرفين وبطريقة احترافية جداً في هذا الفيديو مجمع لك أربع تطبيقات كاملة متنوعة مختلفة أكيد رح ينجح معها التطبيق منهم اضغط لايك بالفيديو ويلا نبدأ في الشرح حتى لو اتيلا عليكم طيب يلا ما اتكل على الله عشان اللي لادي تعدي على خير اول تطبيق معنا on registry.pale وهو تطبيق احترافي جداً ويسجل لك بجودة عالية ولما تفتح تطبيق يظهر معك على هذه الواجهة طبعاً يقوم في البداية بأن تعطيه مجموعة من الصلاحيات تضغط في هذا الخيار ومن ثم تقوم بالضغط على الخيار بالأحمر من هنا وتعطيه كل الصلاحيات التي يطلبها وحتى ان دخل معك الى الاعدادات تقوم بتفعيل كل الخيارات التي يطلبها التطبيق ويعطيك واجهة الاتصال بطريقة بسيطة جداً لان تحتاج الى الخروج من التطبيق فقط تدخل الى اي رقم تجري اتصال من خلال التطبيق وتعطيه الصلاحية حتى لو ضغط على هذا الخيار وتعطيه الصلاحية رح يفتح معك وجهات الاتصال المتوفرة داخل هاتفك بطريقة سهل جداً تقوم بكتابة اي رقم تقوم بالاتصال التطبيق رح يسجل الصوت لكن التطبيق يدعم تسجيل الصوت من خلالك انت ومن خلال الجهة المقابلة اذا كانت هاتفك ذات نفسه يدعم هذه الميزة ولكن ان كان لم يدعم هذه الميزة رح يريكم مجموعة من الاعدادات لربما قد توفر او قد تضيف لك المميزات والعديد لو ضغط على الخيار الموالي من هنا رح يعطيك المكالمات التي قمت بعملها سواء قمت بارسالها انت او ارسالها لك شخص او مكالمات لم يتم الرد عليها ايضاً لو ذهبت الى ترسل الاعدادات رح تراجي مجموعة من الاعدادات طبعاً حاول تخليها على خيار أوتوماتيك هذا الاعداد هذا الاعداد يعني لن يكون مهم كثيراً ان يبدأ التسجيل بعد كم من خيار الخيار ومن هنا تحدد دوعية الملف يفضل MP3 او ووف على حسب الخيار الذي تريده انت حتى يكون التسجيل بزودة عالية جداً طبعاً خليها record all من هذا الخيار حتى يسجل لك وهذا الخيار لربما هو خيار تسجيل الصوت منك انت ومناء الخيار او مناء الشخص المقابل هناك مجموعة من الاعدادات لتطلب النسخة المدفوعة ولكن النسخة المجانية كافية يوفر ايضاً اللغة العربية اللغات العديدة ويمكنك استرجاع ملفات او استرجاع تسجيلات قمت بحد فيها هناك الاعدادات متعددة يمكنك الدخول وضبطها من داخل التطبيق ايضاً يمكن للتطبيق ان تقوم بعمل غلق للتطبيق بطريقة سهلة جداً وتدخل له كلمة سر او نمط او اي شيء لن يستطيع اي احد ان يفتحها الا بالنمط او كلمة السر وكما قلنا فقط سهلة جداً تقوم باضافة رمب الاتصال من هذه الواجهة البسيطة ويقوم التطبيق ذات نفسه بالتسجيل وستجدها في خيار on register من هنا الخيار الثاني من الاسفل رابط التطبيق في وصف الفيديو مباشر التطبيق الثاني on register the pill وهو ايضاً تطبيق شبيه بالتطبيق الاول ولما تفتح التطبيق تعطيه مجموعة الصلاحيات طبعاً هذه التطبيقات تحتاج الى الصلاحيات الكاملة تعطيها كل الصلاحيات ومن ثم تقوم باضافة ايضاً التطبيق يمكنك عمل كود عندما تفتح التطبيق عليك اضافة هذا الكود لو لم تريد تقوم بالضغط على on delay ومن هنا راح يجيب لك مجموعة من الخيارات من هنا راح يعطيك كل التسجيلات التي قمت بها بالواجهة ببساطة انت راح تروح الى مكان المكالمات وتقوم بعمل مكالمات بطريقة سهلة جداً كما قلنا يمكنك اضافة كلمة سر للحفاظ عندما تفتح التطبيق يطلب منك كلمة سر للحفاظ على خصوصيتك اكثر ومجموعة من الاعدادات داخل التطبيق عدادات خصوصية اعدادات لتغيير الثيم ومجموعة من الخيارات ايضاً حاول تضبط الاعدادات بنفسك من تضغط على auto او voice call وتحدد على حسب انت ماذا تريد ان يسجل لك يمكنك ان تضغط voice call وايضاً من خلال خيار الاوديو خليها كما هي حاول ترفع الجودة الى اعلى شيء متوفر داخل التطبيق حتى يعطيك افضل نتيجة ومن هنا يمكنك التعديل في الحجم الصوت بالشكل الذي تشاهدونه امامكم ومن هنا يمكنك التحديد على ان يمسح لك خلال مثلاً 30 يوم او 40 يوم اي ملف بعد 30 او 40 يوم يقوم بحتفه بطريقة اوتوماتيكية بسهولة جداً التطبيق سهل وبسيط يعطيك مباشرة كل الخيارات امامك ويعطيك كل التسجيلات تقوم بالاستماع للتسجيلات من خلال هاتفك بطريقة سهلة جداً ايضاً رابط هذا التطبيق مع التطبيق الاول في وصف الليديو التطبيق الثالث تطبيق call x وهو التطبيق للتسجيل بجودة عالية وايضاً من خلال الطرفين هذا تطبيق اكثر تطبيق يدعم التسجيل من خلال الطرفين اذا اترك لكم معظم التطبيقات الرائعة الى نهاية الفيديو للاصدقاء التي تكمل الفيديو فعلياً معنا كما قلنا تطبيقات تحتاج الى صلاحيات تقوم بيعطائها كل الصلاحيات التي تحتاجها تقوم باضافة النمط الخاص بك وتقوم بالفتح على هذه الواجهة السهلة جداً تطبيق تضبط فعلياً الدقة التفاصيل داخل التطبيق تضبط خيار السوس اوديو تحاول تخليها على خيار voice call او voice communication تخليها على ووف او mp3 هي نفس الجودة الجودة الاحترافية جداً واكثر تطبيق لربما يدعم خيار التسجيل من تسجيلك انت وايضاً الشخص الذي يقوم بالرد عليك بجودة احترافية جداً كما قلت اترك لكم معظم التطبيقات الاحترافية جداً ايضاً التطبيق الاول والثاني تطبيقات احترافياً والجودة وطريقات السلاسة لاستخدام وهذا التطبيق يعني يوازيهم في المميزات الاحترافية جداً هنا سوف تجد قسم المفضلة قسم الاتصالات وايضاً قسم الفيلتر يمكنك عمل فيلتر للتسجيلات والاستمتاع بتسجيلات بطريقة سهلة جداً رابط كل التطبيقات التطبيق الاول الثاني والثالث راح تلقون بالوصف ويا لنمر الى اخر تطبيق اخر تطبيق وهو تطبيق كوب اي سي ايرو وهو تطبيق ايضاً فيه المميزات العديدة جداً اول ما التفتح تطبيق تعطيه الصلاحيات كما قلنا التطبيقات تتطلب صلاحيات كثيرة جداً اه حتى تستطيع تسجيل الصوت طبعاً بطريقة سهلة جداً الصلاحيات تقوم بالدخول للعددات تفعل التطبيق من خلال هذا الخيار وتقوم بالعودة اه وتقوم بالضغط على وتقوم بالمرور الى الواجهة السهلة جداً فقط تضغط على ترس التسجيل من هنا تقوم بالخروج والدخول تقوم بعمل مكالمة وراح يسجل لك المقطع الكامل يعني اه لن يترك مجال للشك حتى اه في ان مثلاً تطبيق لم يشتغل التطبيق قاموا بايقاف مثلاً ايقاف التطبيق الاول او توقف عندك على الجهاز لا هو يضغط من هنا وانت راح تشوف بانه يسجل ومتما انقطع التسجيل راح تعرف ان التطبيق انقطع عنه التسجيل ليس كما التطبيقات الاخرى التي لا تعرف متما ينقطع عنها التسجيل او لا ينقطع هذا التطبيق يعطيك كل شيء متوفر امامك ايضاً الاعدادات يمكنك ضبط على حسب اه على حسب انت ما تريد وطبعاً هو في الاساس يعطيك الاعدادات جاهزة ويعطيك الاعدادات متوفرة حتى اه لا تتعب كثيراً في ضبط الاعدادات وبطريقة سهلة جداً يعطيك المميزات كما تشاهدون يا اصدقائي المميزات متعددة جداً يمكنك البحث عن الملفات ويرح يظهر لك في الوجه مباشرة اول ما تفتح كل التسجيلات رابط الاربع تطبيق اللقات راح تلاقيها في وصف الفيديو وبشكل مباشر في نهاية الفيديو شكراً لكل صديق وسلالة هذه نقطة من الفيديو اضغط لايك اشترك في القناة فعل زر الجرس على الكل للتوصل بارواع الفيديوهات والفيديوهات المميزة جداً وشكراً لكم الى اللقاء اراكم في فيديوهات القادمة شاهد واحد من هذا الفيديو